طوال للملك الأعلى الطاعات ويجنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات إنه ولي ذلك والقادر عليه لا شك ولا ريب ولا يخفى على علمكم الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أشجع الناس في هذه الدنيا ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب هذه الصفة لكنه عليه الصلاة والسلام لا يستغل هذه الصفة في سخط الله عز وجل وظلم أولئك العباد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحلى في هذه الصفة ولا يتهور في هذه الصفة ولذلك لما رأى أهل المدينة صوت عالي مفزع خافوا فقال عليه الصلاة والسلام لن تراعوا لن تراعوا يعني لا تخافون لا تفزعون لن تراعوا لن تراعوا فظهر الشجاعة النبي عليه الصلاة والسلام يجلس النبي عليه الصلاة والسلام في الغار مع أبو بكر وجيش كبير يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام مدججين بأدوات القتل فيقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا لنظرنا لنظر إلينا فقال عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا ويضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل والقدوة في ميدان القتال فكانت شجاعته عليه الصلاة والسلام هي النبراس الذي سار عليه أصحابه فيروي علي رضي الله عنه وأرضاه يقول كنا إذا حمر البأس إذا اشتد البأس كنا إذا حمر البأس ولقي القوم ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفون أنهم شجاع عليه الصلاة والسلام ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يوم حنين فقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مراتب الشجاعة وأروع أمثلة في الشجاعة ومن تلك الأمثل التي لم يعرفها التاريخ البشري لما اشتد البأس في تلك المعركة في حنين وقف النبي عليه الصلاة والسلام وقف أمام جيش مدجج بالأسلحة فقال عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطالب فأي شجاع من يقول هذا ومن يتلفظ بهذه الألفاظ أمام جيش مدجج بالأسلحة إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس ولذلك كان الصحابة يلتفون من حوله يلتفون من حوله في المعارك لأنهم يعلمون أنهم رسول الله وأنه أشجع الناس ولذلك كان كثير من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في شجاعته لا يستغل هذه الشجاعة في ظلم العباد بعض الناس أيها الإخوة إذا كان شجاعا وقويا يظلم العباد لكنه عليه الصلاة والسلام كان يرحم العباد وهمه عليه الصلاة والسلام أن ينقذ ويخرج الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الديان نقف عند هذا الفاصل اليسير بتوفيق العليم القديم شهر القرآن أطلّا بصفات النور تحلّا أهلا رمضان وسهلا يا نهر الصبر الأحلى شهر القرآن أطلّا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات لازلنا في شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام شجاعة وأي شجاعة كان النبي عليه الصلاة والسلام شجاعا حين يقابل أعداءه رحيما حين يقابل أصحابه كان عليه الصلاة والسلام مرة من المرات جاءه رجل يقال له وكانه قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله إنك تعلم أني أشجع العرب فكان صاحب بسط في الجسم ووالله لم يضع أحد جسدي على الأرض لأنه كان شجاع هذا الصحابي الجليل فقال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى الشرط الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ركانة الصحابة ينظرون الآن إلى تلك المناظرة العملية قال يا ركانة إن وضعت ظهرك على الأرض بمعنى إذا أنا غلبتك إذا وضعت ظهرك على الأرض فماذا لي شن الجائزة قال ركانة لك مئة من الإبل لك مئة من الغنم قال لك مئة من الغنم فتصارع ركانة مع النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه عليه الصلاة والسلام وألقاه على الأرض ثم قام ركانة وهو منصدم مفزوع أمام جمع من الصحابة والناس فقال أتصارعني يا محمد مرة ثانية قال عليه الصلاة والسلام وماذا لي يا ركانة قال لك مئة أخرى من الغنم الآن مئتان قال لك مئة أخرى من الغنم فتصارع فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع ظهره على الأرض ثم قام ركانة وهو منبهر ومنزعج وحمر وجهه وهو يقول أتصارعني يا محمد ثالثة قال عليه الصلاة والسلام وماذا لي يا ركانة شنو اللي شنو الجائزة الثالثة قال لك المئة الثالثة انتهت غنم ذلك الصحابي ركانة رضي الله عنه قبل أن يسلم قال لك المئة الباقية كل أمواله انتهى فتصارع مع النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام ركان وقال والله يا محمد لم يضع ظهري على الأرض أحد قبلك ووالله إنك لرسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الصحابي الصادق والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب الشروط هذه الثلاث لا يريدها ولما أسلم هذا الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام يا ركانة هي لك فأسلم هذا الصحابي الجليل وأهداه النبي الكريم هذه الغنم إهداء منه عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الصحابي الجليل حين أسلم باستطاعة النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ هذه الغنم وهي حق له بعد أن اشترط قبل المصارع لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا ولا يريد زينة الحياة الدنيا ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استضل تحت شجرة ثم قام وتركها إنه النبي وإنها شجاعته عليه الصلاة والسلام أسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا وإياكم للطاعات ويجنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر